السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جماعة معكم أخوكم نواف لسويد وهالفيديو هو مراجعتي لجهاز الآيباد ميني الجيل السادس بتصميمه اليديد المشابه للآيباد اير والآيباد برو فخلونا نقول بسم الله ونبتدي قبل سنتين اطرحت أبل الآيباد ميني الجيل الخامس ومراجعتي ذكرت ان الجهاز ممتاز وعملي لكن عيبة هو التصميم اللي بقع على تصميم الأجيال السابقة وقلت أتمنى ان راح ينزلون في المستقبل جهاز آيباد ميني يديد اتمنى ان يكون تصميمه نفس تصميم الآيباد برو وبالفعل أبل اطرحت الجيل السادس بتصميم الآيباد برو بالشاشة الكاملة بحجم 8.3 انش ومواصفات ممتازة جدا لجهاز بهذا الحجم فراح نلاقي فيه ان حاليا تم اضافة معالج الآيباد ميني الجيل السادس نفس اللي موجود في فئة الآيفون 13 ودعم لقلم أبل الجيل الثاني كذلك دعم شبكة الجيل الخامس الـ 5G ودعم لشبكة الـ Wi-Fi 6 كذلك الشاشة راح تكون لك ودرتنا بدعم لألوان الـ P3 فراح يكون الألوان عندك وايد شكلها أحلى على جهاز الآيباد الجيل السادس أيضا دعم بصمة الأصبع المدمجة في زر التشغيل وكذلك وصلت USB-C للأسف ما في دعم للثندر بولت ولكن USB-C راح يأدي الغرض على أكمل وجه كذلك الكاميرا الأمامية صارت عدسة واسعة جدا بحجم الـ 12 ميجابيكسل تدعم خاصية الـ Center Stage للمكالمات المرئية أزرار الصوت تم تغيير أماكنهم وصاروا في أعلى الشاشة لإتاحة مساحة للقلم أنك تقدر تثبتها وتشحنها على الجهاز والسماعات صاروا ستيريو بأعلى وأسفل الجهاز لإعطاء صوت محيطي جميل أثناء مشاهدة المحتوى بالشكل العرضي أما بالنسبة لأحجام الجهاز وأسعاره فرح يكون عندنا حجمين الـ 64 جيجا والـ 256 جيجا صراحة ما أدري ليش أبل متصرة على حجم الـ 64 جيجا ولكن على حسب كلامهم بأن غالبية الناس هذه الأحجام اللي يستخدمونها وما يحتاجون أكثر أوكي كيفكم أنتوا اللي تشوفونا ولكن 64 و 256 جيجا بداية من الـ 64 جيجا رح يكون بداية سعره لفئة الواي فاي بـ 500 دولار وأغلى فئة وهي فئة الواي فاي مع السللر أو الخلوي بسعر 800 دولار فالرينج رح يكون عندك 500 دولار 650 و 800 دولار بالنسبة لأجهزة الآيباد فالرينج للأسعار عندنا تغريبا خلونا نقول من 170 دينار لغاية 270 280 دينار فيعني سعره مو وائد رخيص ولا وائد غالي ولكن يعني حق جهاز بهذه القدرات فعلا رح يكون سعره مناسب له الجهاز صراحة أشوفه هو الـ Perfect iPad الآيباد Air والآيباد برو والآيباد بشكل عام بأحجام من التسعة لغاية الـ 12 إنش قوية وجبارة وتأدي الغرض لكن هذا الآيباد أشوفه مثل الدفتر اللي تاخذه معاك بكل مكان علشان تدوم فيه أفكارك مهامك اليومية والأشياء اللي تبي تشتغل عليها بعدين وبسبب حجمه الجبار جدا فعلا اعتبره النوتبوك اليومي المصاحب للهاتف الذكي اللي عندي فعلى سبيل المثال عن نفسي قاعد أروح اجتماعات وآخذ معاي الآيباد برو لتدوين الملاحظات والأفكار أثناء الاجتماعات مقارنته مع الآيباد مني اليديد ودعم القلم الجيل الثاني الوضع بالنسبة لي صار جدا مختلف وأروع من السابق كأني فعلا ما أخذ معاي تليفون ودفتر وما أخذ معاي تليفون وآيباد شغلة ثانية استفت منها بسبب حجم الجهاز هي لما أروح النادي الشي اللي صبرني على جهاز المشي وهو اليوتيوب وكنت أخذ معاي الآيفون 12 برو ماكس علشان الشاشة ويعني وأشوف المحتوى جربت الآيباد مني بالنادي والوضع صراحة بالنسبة لي حاليا ما رح أروح النادي إلا مع جهاز الآيباد مني حجم ممتاز وما يأذي في حملة بالنادي وممكن أنك تحطه بجيبك فكان فعلا شي جدا جدا ممتاز الحين خلونا شوي نتكلم عن القراءة والترفيه والألعاب في جهاز الآيباد مني اليديد بالنسبة للقراءة على الآيباد مني جدا ممتعة ومريحة أكثر من استخدام أي جهاز آيباد ثاني حجمه جدا مناسب وزنه ما رح يسبب لك تعب وانت ماسك الجهاز وميزة تكبير وتصغير الخط ما رح تخليك تقول والله الجهاز شاش تصغيرة فما قدر أشوف الكلام هذا الشي ما رح يصير معاك لأنه رح يكون الجهاز حجمه مناسب وممتاز والقراءة عليه رح تكون ممتازة فرح يعطيك تجربة وايد روعة أما من جانب مشاهدة المقاطع والأفلام والمسلسلات فهو ممتع جدا أثناء التنقل والحركة وإذا كنت مثلا قاعد بمكان عام وتبي تستمتع بالمحتوى بس ما تبي يعني أحد يعني تشد انتباهها أو أنه يضايقك بالمشاهدة راح تستمتع بحجم الشاشة بدون ما أن أحد يضايقك أو أن أنت الضايق أحد أما الحين بالنسبة للألعاب فأشوف الآيباد ميني الجيل السادس فعليا هو جهاز الألعاب المتنقل المناسب إذا كنت ب موبال ديفايس حق الألعاب لا آيفون ولا آيباد أكبر منه راح يعطيك نفس التجربة اللي راح يعطيك إياها الآيباد ميني حجمه ممتاز أداء ممتاز الشاشة ممتازة ممكن تستمتع فيه وإنت تتحكم بالشاشة وكذلك وإنت تتحكم بأدات التحكم فللناس اللي تبي جهاز ألعاب متنقل حق مثلا كولوف ديوتي أو بابجي فعلا الجهاز راح يعطيك تجربة حلوة ورح يكون جدا جدا ممتاز قبل سنتين تقريبا لما نزل الآيباد ميني الجيل الخامس قلت بأن من عيوب الجهاز أنه تصميمه لا زال نفس تصميم الأجيال اللي سبقته وما في أي تغيير لكن هالسنة صراحة ما أشوف أي عيب بالجهاز لكن يعني لو نبي ندور الزلة ونطلع عيوب فممكن نقول البطارية كنت أتمنى أنها تكون أكثر من عشر ساعات لكن هالشي فعلا يعتمد على استخدامك فمثلا لو بنشوف في تطبيق الباتري بلس راح يعطينا عدد الساعات لكل استخدام ومثل ما نشوف بالفضل الأحوال راح يعطيك خمس ساعات لعب بالشحنة الوحدة ومشاهدة الفيديو أونلاين مثلا يوتيوب أيضا راح يعطيك خمس ساعات أما بالنسبة للقراءة فمثل ما نشايفين راح يعطيك 12 ساعة تقريبا والتصفح للمواقع راح يعطيك سبع ساعات على شبكة الواي فاي وبفضل دعم الشحن السريع ووصلت اليو اس بي سي فالشحن للجهاز راح يكون أسرع من السابق ففكرة أن البطارية والشحن يعني ما أشوفها أنه هي عيب عيب في الجهاز كثر ما أنه هي ممكن تحد من استخدامك فتحتاج أن أنت دايما أنك تشحن الجهاز ومع وجود الشحن السريع ما راح تفكر وايد لأن الجهاز راح يشحن معاك بسرعة فما راح يكون لذاك التأثير ويعني تقليل من تجربتك وانت تستخدم الجهاز أنا عن نفسي وقعت في غرام هذا الجهاز يعني لمشكنم الصغنون هذا وفعلا فعلا أشوف بأن هذا الجهاز هو جهاز أبل لعام 2021 نية الحين للسؤال المعتاد حق منه الجهاز ومنه اللي ياخذه وهل يستحق الاقتناء ولا لا باختصار يستحق الاقتناء حق الناس اللي تحتاج هذا الجهاز فمثلا أي شخص عنده جهاز الآيباد ميني سواء كان الجيل الخامس أو قبله ويحب جهاز الآيباد بهذا الحجم لا تفكر ولا تتردد اخذ جهاز الآيباد الجيل السادس واستمتع لأن التجربة فعلا راح تكون مختلفة عن الأجيال السابقة من الجهاز أما بالنسبة للناس اللي يحبون القراءة والألعاب وتدوين الملاحظات والأفكار ويبون جهاز صغير ويأدي المهام بشكل وايد حلو كذلك بالنسبة لطلبة الجامعة اللي يبون جهاز يعتبر بديل للدفتر والنوت مو بديل للكمبيوتر ولكن بديل للدفتر والنوت فهذا الآيباد مع القلم راح يعتبر الرفيق المناسب لهم في جميع المحاضرات هل هو مناسب للأطفال والصغار اي ولا شلون اي ولا إذا كان السعر مهم بالنسبة لك فاي ما يناسب أما إذا كان السعر مو مهم بالنسبة لك فممكن يكون جهاز مناسب لهم بشكل وايد كبير فإذا بتاخذ حق الأطفال علشان يتعلمون عليه ويدرسون ويسوون أغلب مهامهم عليه بهذا الحجم فهو مناسب لهم أما إذا تبي جهاز للدراسة أونلاين ويطالعون يوتيوب بس فاخذ لهم جهاز الآيباد الجيل الثامن أو الجيل التاسع اليديد أو أي آيباد رخيص مستعمل كان أو غيرها لأن هذا الجهاز راح يكون سعره وقدراته وايد أكبر وأكثر من الاحتياج اللي يبونه فحرام تقط فلوس على شي ما راح يستغلون قدراته في الختام الجهاز جميل ويسوى ويستحق ومرافق روعة للآيفون بحجم الـ 12 أو الميني أو الـ 12 برو إذا عندك آيفون برو ماكس أيضا حلو ومرافق جميل لكن أحسه مع الآيفونات الأصغر فعلا راح يعطي بعد وفرق في التعامل والاستخدام بعد انتظار سنتين وكنت صراحة فاقد الأمل أنهم يقدمون آيباد ميني مرة ثانية أبل ترجع وتقدم آيباد لكل العباد اللي أشوفه فعلا The Perfect آيباد شكرا لكم على المشاهدة لا تنسون إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع أول بأول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم إن شاء الله في المقاطع القادمة مع السلامة